طيب السجارة ممكن تكون مدخل للإدمان في بعض الحالات ده أساسي مدخل أساسي ده أساسي البعض بيتستخف بيها ده أساسي لم تجد شخص يبتدي المخدرات على طول لوحده بدون ما يكون مرح للسجارة دخل على البوابة الملكية وهو السجارة أو الشيشة أو الشيشة طبعا بس هي المشكلة مش بس السجارة أو الشيشة بس هي فكرة المشكلة الحقيقية هي ظاهرة القبول المجتمع بس خلي بقى لحضرتك ما لسه عايز أقولك أنه هتلاقي ناس كتير جدا هي مشكلتنا في قبول المجتمع بتشوف حضرتك لوحده وبتابعك ممكن يكونوا بدخنوا السجارة أو الشيشة خلينا أقول لحضرتك على نقطة مهمة جدا أزمتنا الحقيقية أنه اتفاع ظاهرة القبول المجتمعي لظاهرة التدخين ومن ثم ظاهرة طعاط المواد المخدرة أدخلت فئات مجتمعية في المشكلتين لم يكونوا موجودين فيها زي قطاع الإناث وقطاع الأطفال أو الملهقين الأقل من 16 و18 سنة إحنا بنتكلم على أنه سن التعاطي بداية التعاطي في المجتمع المصري إحنا منبتدي من 10 سنين أو 11 سنة وده معدل على مساوية العالم ده موجود برضو السن ده؟ عن مساوية؟ المعدلات العالمية برضو فيها السن ده؟ إحنا منخفض المعدلات العالمية المعدلات العالمية ممكن إحنا بنتكلم من 13 أو 14 سنة بس إحنا كمان بنتكلم على نقطة تمام أكثر فجاجة بالنسبة لنا وهو أنه ظاهرة القبول المجتمعي فتحت الباب على مصرعية أمام الإناث قطاع واسع من المجتمع أنه يدخل فيه مشكلة سوى مشكلة التدخين أو مشكلة تعاطي المخدرات لما بنتكلم على أنه تقريبا 27% من متعاطي المواد المخدرة في المجتمع المطري من الإناث يعني وسط كل ثلاث متعاطين منهم أنث وبالتالي إحنا هنا أمام ملمح أكثر خطورة في المشكلة بالبحث والتدخيق هنجد أنه الباب بالملكل ده فكرة القبول المجتمع كل ما مساحة قبول المجتمع وتعيشه مع المشكلة وعدم مواجهته ديها كل ما تفتح الباب على مصرعية أمام فئات جديدة وأمام ملامح أخرى ومختلفة في التعاطي طبعا ترجمة نانسي قنقر